طيب قبل ما يرد على سؤالك طبعا يمكن فيه الناس بتبقى كتير جدا في المنظومة منظومة القطاع الكورة عندنا أو القطاع الكورة بشكل بير المنظومة الرياضية في النادي الاهلي لازم تؤجلها الشكر يعني في موسم زي ما انت ذكرت وقلت من البداية كان موسم طويل جدا أحداثه وطبعيات أحداث فيه كانت صعبة على الجميع بشكر إدارة النادي الاهلي مجلس إدارة النادي الاهلي وكابت محمود خطيب بالتأكيد بشكر الجهاز الفني بشكر الإداريين بشكر العيبة طبعا على شخصياتهم وطريق التفكيرهم بشكر العمال كمان لأن كل واحد له دور ما ممكن يبقى دور بسيط لكن مؤثر جدا جدا في الفريق الجهاز الطبي كل العاملين في قطاع كورة القدم في إدارة التسويق في قطاع الناشئين في الناس اللي موجودة في إدارة التنسيق كلها الصراحة إدارة الإعلام بالتأكيد كل دول بيساعدوا ولو كل واحد في دوره وفي تخصصه وعلى أساس أن أنت تطلع ببطولة غالية ومهمة جدا للنادي تسمحني بس أضيف على كلام حضرتك كمان ودي كلمة مهمة جدا قبل كل دول أنا آسف بس الجمهور كمان طبعا الجمهور لأنه العنصر الأساسي والرئيسي معانيا على رغم أنه غب عن المدرجات لكي كانت حاضرة وبيستند الفريق في وقت الأزمات ودي نقطة مهمة جدا حابب أتكلم فيها مع جمهور النادي الأهلي مش ممكن فريق مش ممكن أي نجاح لكي أتكلم بس على كورة أي منظومة الحقيقة نجحة تتحقق من غير ما يكون وراها إدارة بتخطط وبتدعم هذا النجاح وأعتقد أنه الإدارة في النادي الأهلي سواء كنت بتكلم على الإدارة خارج الملعب أو الإدارة داخل الملعب كانت جزء كبير جدا وسبب رئيسي في تحقيق هذا النجاح وده مش بس عشان كابتن سايد عبد الحفيز موجود معاه لك إن الحقيقة نراجل على مدار السيزن ده أو المواسم السابقة وكابتن سايد الحقيقة ليه رصيد كبير جدا في قلوب الجماهير الأهلوية كلاعب واحد من أشهر نجوم الكرة في نادي الأهلي وأيضا كواحد من أنجح مدير الكرة في نادي الأهلي على مدار تاريخ طويل وفترة طويلة تولى فيها المسؤولات لكن السيزن ده بتهالي استثنائي الخبطات والضربات والمطبات الصعبة اللي كانت بتواجه الفرقة الحقيقة قدرت إدارة النادي الأهلي وإدارة الكرة في نادي الأهلي إنها تتعامل معها بشكل كبير وجزء كبير من حوارنا النهاردة مع كابتن سايد هنتطرق فيه ونتكلم فيه ونوضح فيه صورة الجماهير الأهلي لأن نخدوا بالحضراتكم القرارات في بعض الأوقات صحتها ودقتها ونجاحها مرتبط بتوقيتها يعني فيه وقت من الأوقات ممكن يبقى القرار متفق عليه لكن توقيت اتخاذ القرار ده مهم جدا وعمل أساسي في أنك تحقق الهدف من وراء القرار ودي الحقيقة مدرأ يعني سياسة أساسية لمدرسة النادي الأهلي فيه الصوب إدارتها للمشاكل والأزمات مرة تانية براحب بك كابتن سايد نتكلم في السيزن بس الأول بشكل عام طبعا يعني إحنا بنحتفل النهاردة أنا مش عايز طبعا أركز على المشكلات وعلى الأزمات فقط لغير لكن مهم إن إحنا وإحنا بننهي موسم ناجح على المستوى المحلي إن إحنا نعمل عملية تقييم ونعمل عملية توضيح بتالي ده حق الجماهير النادي الأهلي علينا فهنتكلم في كل الملفات خليني بس أخد تقييم منك للسيزن بشكل عام طيب يمكن إحنا مستوى المدادة التي نتفقها للغاية نتفقها للغاية تقييم أربعة وشهر وتسعة